نحن نحن نمرة أخرى لكي نكمل معكم ملخصة دروس الاجتماعيات الثانية كيف ما دينا معكم في هذا الفيديو سأخدم معكم ملخص خطير جدا لدرس المغرب الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية درس الصراحة طويل بزاف في بزاف ديال التمالة لتلخصه ولكن ماشي مشكل حيث ماشي بوحدة اللي خدمت في هذا الملخص لكي لا نكذبت عليكم طبيعة الحل كنا مساعدة ديال الأستيذة اذا بدأوا على بركتي الله قبل ما نبدأ كين اللي تبدأوا يكريتيكي ويقولك ما تقش تكتب ديك وورتينغ دوت كوم بالحمر لا قديما نكتبها افتيه لماذا حتى هذه هي الكوبيرايت ديالنا إلا ما كتبناش حنا هذا وورتينغ دوت كوم وعطيناك الملخص نقيك ما هو هذه الزوء المتطفيلين ويديروه بسميتهم اوكي مرابح معك وانتايا باش انا يجي واحد يسرق لي الخدمة ديالي اللي دار فيها تمارا الكتابة راها كتبن بالكحل اوكي مدولة بركتي الله المحوار الأول هو مراحل احتلال فرنسي والاسباني للمغرب المرحلة الأول ستبدأ قبل من 1907 من قبل 1907 تم احتلال عدة مناطق في المغرب من بينها سبتا ومليليا اللي بقى محتلة حتى الدابو المرحلة الثانية ستبدأ من 1907 حتى 1911 فهذه المرحلة سيتم احتلال عدة مدن بحل الضر البيضاء ووجده فيك من 1911 ل 1912 سيتم احتلال مكناس وفاس والقنيطرة والرباط من 1912 ل 1914 سيتم احتلال مراكشو أقادير وتازا من سنة 1914 ل 1926 سيتم احتلال عدة مناطق شرقية وشمالية من بينها مدينة طنجر المرحلة الأخيرة تبدأ من 1931 واستمرت حتى 1934 فهذه المرحلة سيتم احتلال مناطق الجنوبية والشرقية ديال المملكة فهذه المرحلة سيتم السيطرة على كافة التراب المغربي نريد أن نرى المقاومة المغربية كيف كانت كانت عبارة عن مقاومة مسلحة مغربة لم يكن يتفللوا معهم على سبيل المثال لديك معركة سيدي بوتمان اللي طرات في 17 أمبير 1912 من قبل قبائل الصحراء بزعامة أحمد الهيبة أحمد الهيبة هو مقاوم فضي الله يرحمه السعلي فضنا رادا كبد الجيش الاحتلال الخسائر فادحة في هذه المعركة لدينا أيضا معركة لهري جنوب خنيفرا في 1914 اللي خسروا فيها الفرنسيين أمام قبائل الزيان بالأطلس المتوسط بزعامة موحا أحمد الزياني موحا أحمد الزياني والاسم دي المقاوم لنضم هذه المعركة اللي طرات في 1914 أيضا معركة انوال الشهيرة اللي طرات في 1921 بزعامة محمد عبد الكريم الخطابي الله يرحمه لدينا أيضا معركة بوكافر سنة 1933 اللي داروها قبائل أي تطاق بمنطقة صاغرو بزعامة السوق بسلام السوق بسلام هو المقاوم اللي انضم هذا المعركة اللي طرات في 1933 والله يرحمه طبعا حسنا ترحمه لقاء المقاومين إلا ترحمتش لهم انت يا إني رك انت من الخوانا ولا ما عرف انك عرق فرنساوى الحركة الوطنية الحركة الوطنية هي منطمة نسميها منطمة اسسوها الشباب المتقفين في الثلاثينيات الشباب المتقف دي المغرب في الثلاثينات اسسو واحد الحركة اللي كتهدف لاحباط مخططات جيوش الاحتلال في تفكيك واحدة الشاب المغربي مثلا فرنسا في الثلاثينات قانون واحد الطاهير يسمى الطاهير البرباري ما هو الطاهير البرباري؟ الطاهير البرباري الذي صدرته في فرنسا يقول لك بل ما يخص الأمازيغ يخدمون بالمحاكم الفرنسية لا يخدمون بالمحاكم الإسلامية يعني أمازيغي يسرق أمازيغي سيأتي محكامة صرانية التي تعدل بيناتهم لماذا يفعل هذا؟ لكي يخلقوا الافتنة ما بين الأمازيغ والعرب والأندلوسيين لكي يقول لهم غربك يتبزموا مع بعضياتهم وتسهل القضية السيطرة عليهم فمتدب الأفكار كديرا هذه فرنسا التي تعشقها وكتمنى أن تقوموا لغاية بشكل صحي بولشيت المهم هذه الحركة أيضا تقوم بإحباط هذه المخططات من خلال عدة وسائل من خلال إنشاء صحيفة الشعب المغربي بفاس في 1933 التي تطلب الإصلاح وأيضا هذه الحركة عملت على نشر التقافة الإسلامية من خلال مدارس الحرة كانوا يديروا مدارس حرة بري في لكي يقرروا الناس الدين ودبا مع الأسف ولات المدارس البري في كتقرر الناس شي حوية أخرى بل ما نقول اسمية ديالو دبا خصنا نشوفوا تطور هذه الحركة الوطنية المغربية كيفاش تطورت مع الوقت تحولت الحركة الوطنية المغربية من المطالبة بالإصلاح للمطالبة بالاستقلال لمش؟ هذا شي بسبب رفض فرنسا تام الإصلاحات التي يطلبوا بها إذا هذه الحركة تقولوا فرنسا لا تجعلوا الناس يقرأوا الدين تقولون فرنسا لا لا يقرأوا الدين فالأخرى لقوا بالفرنسا لا تريدون ولو يطلبوا بالاستقلال هذا شي بالخصوص من بعد ما تم إصدار الميتاق الأطلنطي في سنة 1941 من طرف الرئيس الأمريكي روزفلد هذا الميتاق الأطلنطي الذي صدره رئيس الولايات المتحدة في 1941 يقول لك أي شعب في العالم لديهم الحق في تقرير المصير يعني يحكم رأسه برأسه وهذا شي يجعلهم يقدموا عريضة الاستقلال التي يطلبوا فيها فرنسا بإخلاء المغرب في 1944 نحن نرى كيف حتد حولت هذه الحركة الوطنية من المقاومة السلمية والمطالبة بالإصلاح والاستقلال إلى المقاومة المسلحة باستعمال المسدسات والأسلحة المتفجرة هذا الشيء سيترى من بعد ما تنفى السلطان محمد الخميس رحمه الله في عشرين وغشت 1953 وتنصب في بلاستوم وارتزق كي تسمى عرفة في هذه الحالة سيتحول الحركة الوطنية من سياسية إلى مسلحة بداية من 1953 حتى 1956 استدفت هذه العملية المسلحة المسؤولة للأجانب الفرنساويين والخوانة التي كانوا اكتر في المغرب والمتآمرين على المغرب أيضا سوف نرى مراحل استقلال المغرب عندك 1956 سيتم إلغاء الحماية الفرنسية والإسبانية والنظام الدولي بطنجا لإعلان استقلال المغرب في 1956 سيتم الإعلان الاستقلال المغرب وستطلق الحماية الفرنسية والإسبانية والنظام الدولي بطنجا في 1967 سيتم تحرير CDFني في 1975 سيتم تنظيم المسيرة الخضراء وتحرير المناطق الجنوبية كي بحث ساقية الحمراء ويتم ضم الصحراء المغربية للمكان ديالها الأصلي في 1970 سيتم تحرير واد الدهب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر